فتحت المصارف القبروسية أبوابها صباحا الجمعة وفقا لساعات الدوام الاعطيادية لكن مع التزام بتطبيق القيود المفروضة على حركة الأموال بصورة غير مسبوقة لتفادي تهريب رؤوس الأموال الرئيس القبروسي يونيكوس أنستازيادس أعلن أن قبروسا لن تخرج من منطقة اليورو وستحاول جاهدة الالتزام بخطة الإنقاذ الدولية خطة الإنقاذ المالي لقبروس نصت على تصفية بنك لايكي ثاني بنوك الجزيرة وإعادة هيكلة أكبر بنوكها وهو بنك قبروس أحد المواطنين يقول الترويكا ستأتي إلى قبروس الفتح من شهر نيسان وستقول لنا أن كل ما حدث كان فقط مسحا السلطات القبروسية كانت قد منعت سحب الشيكات المصرفية لمدة أسبوع كامل وتحديد مبلغ التحويلات المالية إلى الخارج بالنسبة للخواص إلى 3000 يورو ترجمة نانسي قنقر